سوريش ماشي خلاص ولا لسه مش هيمشي يعني الامور بتتتزبزب لكن التويتر اللي عملها كابتن ضياء السيد قلبت الموازين لما قال ان انا بفخر بالتعامل معاه انا اتكلمت كابتن ضياء السيد قال لي هو بالفعل جاي مصر هو فينجادا طب فكرة ان انا جاي مصر عشان اخد فلوسه ممكن فلوسك تتحول لك يا فن لا الموضوع كده فيه كلام الكلام دلوقتي قال بيرامدز ممكن يتعقد مع كيروش هل النادي الاهلي يتعقد مع كيروش هل كامل ابو علي اللي هيحط ما يعادل نص مليار جنيه السنة الجاية في النادي المصري وموضوع ان كابتن حسان مريم حسن مع كامل التقديم الاحترام لهم مقفول جدا بالنسبة لكامل ابو علي ما تكلمش معهم لغادي دلوقتي ما رفعوه استمت التلفون على بعض ما يعرفوش ايه الصفقات اللي جاية السنة الجاية وديك مؤشر ان هو مكامل معاه بالمناسبة كمان فينجادا عنده عرض من التحاد السكندر ما انا قلت ان هو جاي معاه انا قلت بنجادا كمان عنده عرض اعلى اتنين جايين مصر فمش جايين عشان فروز بس عشان يتطلق او مش جايين بس عن استجمام طيب فاكيد فيه شغل ده في الوقت اللي اللي طلعت برضه قصة ان لأ طب ندي في كيروش فرصة لكن بدأت الهمهمات تدور في الاهلي هو مين السبب ان كيروش ان سوارش ده جي بسبب ان هو يعني سقف تصريحاته بيوحيلك ان الراجل مبسوط ان الراجل شاف ان هو عامل اللي هو عليه ان احنا نعم بنعمل كيرين شيت اللي احنا ما فكرش كده الاهلي بيفكر في الطولة طيب السؤال واضح السؤال واضح السؤالش مكمل ولا خمسين 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 عظيم